اه قبل ما ادخل عن بيرامدز ادخل عن بيرامدز الاول الحقيقة بيرامدز مش هقول محير انا طول الوقت بقول انا بشايف مشكلتين في بيرامدز اولا النادي في عدد من اللعيبة فعلا من افضل لعيبة مصر النادي مستقر من ايها المادية ودي اساس نجاح اي نادي محترف دلوقتي في الدنيا كلها يعني معاك فلوس ملتزم في الحقوق بتقدر تجيب لعيبة بتقدر تحقق اللي طالبه المدير الفني يبقى انت نادي محترف وبتقوة بتقدي بشكل اداري ما عليك النادي بيعمل كده ملتزم مادايا بيجيب افضل لعيبة بيعمل كل حاجة بس انا شايف في مشكلتين في بيرامدز اول حاجة بتشيكو ده وانا قلت الكلام ده مثلا اللي فاتت بيرامدز مش هعمل معها حاجة يوصل لاخر مرحلة ينافس في الكاس في السوبر شوقت الحاجات اللي بتحصل دي لكن انا بقولك اهو لانا بتشيكو مدرب ليس شجاعا يعني امكانيات بيرامدز دي باللعيبة دي كلها تخيلوا بقى رمضان صبحي وعبدالله السعيد ومصطفى فتحي وبابا ومهند لاشين واسمه ايه توريلي في نص الملعب ده والكارتي والشيبي وحمدي وفتحي وكل الناس دي وبتشوفش مطش ممتع لبيرامدز مع اسلام عيسى مع كل الناس حتى مع بريم عادل قبل الاصابة كل الناس دي مع كمان يوسف وقسامة نبيه وقسامة جعفر والناس اللي جات وفي الدفاع عندك مرعي وقسامة جلال وعلي جبرو ووحمد سامي وعندك الشناو وشريف اكرامي وفي حراسة المرمى وميهوب وشفت الواحد حافظ الفرقة وكريم حافظ وحافظين الفرقة من اسماءها من نجومها يعني وحمد توفيق طبعا وكل دي لعيبة ودونجة لعيبة اسماء تقيلة بس حد حد يجاب لي ودرهان تاني مطش ممتع لبيرامدز يعني هتتفرق كده على مطش تابلو فني حلو ممتع بالنسبة لك مش هتلاقي وطبيعة باتشيكو كده ومش هيعمل كده ومش هياخد مع بيرامدز بطولات وانا بقول اهو ده اول حاجة في بيرامدز مشكلة تاني مشكلة ان دايما فيه سبب للخسارة الا ان فيه قسور جوه النادي طول الوقت تحكيم تربص مؤامرة تخسر من الاهلي مصر كلها بتتأمر تخسر من الزمالك التحكيم متأمر تخسر على طول بيانات 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 لكن اللعيبة وحشة مهتش بتكلم طب اللعيبة دوافحها فين مهتش بتكلم طب الروح بتغيب ليه مهتش بتكلم طب الطموح اللي بجد فين اللي راح لرمضان صبح مهتش بتكلم اللعيبة التقيلة دي كلها والدوافع للمفترض تبقى عندهم من الاستقرار المادي والاستقرار الاداري واللي جنبك اللعيبة التقيلة اللي حواليك وجنبك وبتلعب وبتقدي حواليك انت فين كلعيب وبتاخد اغلى مرتبات في مصر وحش بتكلم عشان توصر انك تخسر من نواذيب وده عندهم عيد في موريتانيا ده رئيسة عادل موريتانيا تكلم مش رئيسة مش رئيسة عادل نواذيب بصوا الجول ده عامل ازاي ده الودة واخدوا الكورة من نص الملعب ده بيقولك ده بيكتب في الصحف وفي المواقع اصله هدف مارادوني تخيل خليته الفروت ده اسمه عبدالله عبيد يوصف الجول بتاعه انه هدف مارادوني سيباك من الشناء ولا بيتحرك يمين ولا شمال وانا كنت متحفز على تصريح كابتل محمود فتح الله لملك اجبر موهبة في تاريخ مصر في حراسة المرمى وطولها كابتل مش كده والحارس كويس وجميل وما ماشي لكن اه اكثر موهبة في تاريخ حراسة المرمى في مصر ده هزار يعني الجولين شفنا شنناه حتى محاولته على الجولين بس انه برضو الحق يقال الرجل اللي كده انفرادات يعني انما ده اداء ده اداء بيرامدز بيرامدز اللي كاسبان الفرادة قبل كده ستة مع جونياس متهيقلي ولا كان مع مين الرجل اليوناني ده متهيقلي ده كيس متهيقلي شوفوا كده ستة وصفر وواحد صفر قبل كده الفرق دي الرجل الريماني ده كاسبانها سبعة في الماتشين رايح جاي واحد صفر هناك وستة صفر هناك في القاهرة هل ده اداء بيرامدز؟ لا يا ده مستوى بيرامدز لا الحقيقة ده مش بيرامدز خالص بيرامدز افضل من كده بيه كتير وده الحق يقال بس فيه حاجة فلازم الادارة تقعف قدام الحاجة لازم مع نفسها تعتارف ان فيه مشكلة وتعتارف ان فيه مشكلة في اللعيبة وتعتارف ان فيه مشكلة في الجهاز الفني وتعتبر ان فيه مشكلة في الادارة الفنية للفريق مش شايفين الشكل الممتع اللي يتماشى مع الاسماء اللي موجودة بصراح ومع الاستقرار كمان اللي موجود معدي صبر اللي هو الرجل الفرنساوي ده اللي كان مسك زمان متخب غينيا ومسك لإسماعيلي ومسك كذا حاجة لو تفتكره كان كسبان الفرقة دي 6-0 و1-0 فعندهم عيد في بوريتانيا انه يكسب برامج 2-0 وخد بالك كمان ايه ده بالعبه مع عشر شونا التاني ده مطرود منهم لعيب مش بقى برامج اللي مطرود منه ومسك في الحاكم منه في مطش الزمالك لا ده هم اللي مطرود منه متعملتش حاجة برده ده نوازيبه ده عمره ما وصل دوري مجموعات تخيل ده اول فوز في تاريخه تخيلوا الفوز ده فانت بتتكلم على اخطاء غريبة جدا محتاجة وقف هم عايزين يشوفوها يشوفوها مش عايزين يشوفوها ما يشوفوها يشنادي بنقدره عنده ملاك ناس محترم والسيد سالم الشمسي والمجموعة اللي معاه حتى الادارة ممدوح عيد والمجموعة اللي معاه انا ما عندناش معهم مشاكل بس منقولكو طول ما انت طول الوقت مش شايف اخطاء عندك ولا شايف اخطاء في لعبتك ولا شايف اخطاء في جازك الفني ومع بتشيكو ده انا بقولك مش هتكسب بطولة وراه ده الرهاني التاني النهار ده في حلقة النهارات خلاها حلقة الرهانات مش هيحصل وانت حر يعني هم حرين طبعا لانه الاداء سيء وانت راح سانداونز وخد بالك انت راح سانداونز ماتشين ماتش الاولاني هناك يوم الحد ثم الماتش التاني هنا في القاهرة راح بقى لليبل الوحش ومن حظك ان ليبل الوحش وقع الاسبوع ده ده لو كان سانداونز كسب مازنبي في الكونغو كان بعد الحقيقة كان هيبقى فيه مشكلة انما الحقيقة يعني خسر سانداونز من مازنبي واحد سفر فيه احدى المفاجئات المطور ده ليبل الوحش فانت رايح بقى لسانداونز دقيرة الانتقام يوم الحد الساعة 3 المباراة اهو سانداونز يحدد السالسة عصرا موعدا لمواجئات بيراميز يوم الاحد المقبل على ملعب الملعب بتاعه يعني في الجولة التالتة بدوري المجموعات في دور المجموعات بدوري الابطال خد بالك سانداونز دلوقتي مشكلة فهل انت هتقدر تخش وتشتغل وتعمل الكلام ده ولا لا انا معرفش هنشوف هنشوف انت ك يعني النتاجي الاسبوع ده كلها غريبة جدا يعني الاهل الناجي يعني الاهلي هو الناجي الوحيد يمكن في الجولة دي يعني ما اجي تشوف النتاج النتاج غريبة جدا الهلال السوداني بيكسب الترجي دراع في تنزانيا 3 واحد ميدياما بيكسب شباب بوليسداد في مجموعة الاهلي اتنين واحد الترجي خسر وشباب بوليسداد خسر مزمبي بيكسب سانداونز واحد صفر نوازيبه بيكسب بيرامدز اتنين صفر بيكلمكم على الانداج الكبيرة كلها بيرامدز سانداونز شباب بوليسداد الترجي التونسي النجم السحلي على ارضه بيخسر من باتله اتلتكو اتنين صفر بسوسة تخيل والوداد اللي واصل فاينل الاخر 3 مطولات اللي قال لي كسبان اتنين وهو كسبان واحدة في النص اللي هي بتاعت اللي كانت من مباراة واحدة خسر المرة التانية عاد توالي خسر تخيله من اسك ميموزا في كوديفور واحد صفر وكان خسران المطش الاولاني من جا على ارضه في المغرب من جواتنج جالاكسي بطل من سانداونز ثم تعادلت هنا في القيارة هتبقى مشكلة تبقى اخد نقطة من ستة على التلاتة بتوعك يبقى اربعة يبقى سانداونز شرخ منك تبص تلاقي بقى ايه مازنبي هو كمان كسب نواذيب وده رايح جاي خلص 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 المجموعة فانت محتاج يعني طبعا نتمنى ان البرامدز على الاقل على الاقل يتعادل مع سانداونز هناك واحنا شفنا مازنبي كسب سانداونز خد بالك وعايز اقول على حاجة برضو وللامانة سانداونز السندي كسب الدور الافريقي وكسب الاهلي في جنوب افريقيا وتعادل هنا مش احسن من السنة اللي فاتت السنة اللي فات كان احسن مش هو خسر السنة اللي فاتت وخرج من الوداد في السيمي فاينال المغربي كان احسن من كده احسن من السنة دي فبيرامدز هل حينطافد هل حيقدر يحقى نتيجة ايجابية ولولا قدر الله خسر لازم يجي ان شاء الله يكسب هنا في مصر بس لازم يحط الناس في الادارة ايديها على الاخطاء لانه الحقيقة النتيجة دي غير مسبوقة البطل موريتانيا نواذيبو يكسب بيرامدز اتنين صفر في موريتانيا وبالاداء ده بلعب عشر لعيبة باهداف ماردونية بهذا الشكل الحقيقة كانت مفاجأة صادمة اده احنا شايفين الترتيب كلهم طبعا ثلاث نقاط بما في نواذيبو بيرامدز الاخير لانه فرق الاهداف ساند داونز الاول ثلاث نقاط مازينب التاني ثلاث نقاط نواذيبو التالت ثلاث نقاط وبرامدز الاخير ثلاث نقاط وما الاربعة الحقيقة ثلاث نقاط